تحية كبيرة للمشاهدين الكرام المملكة العربية السعودية نبدأ معكم بصور الأقمار الصناعية لنهار هذا اليوم هناك كميات كبيرة من الغيوم الرعدية التي تشكلت في أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة كذلك المدينة منورة حتى جنوب حال هذه الغيوم الرعدية الكثيفة هي بداية انطلاق هذه الحالة الجوية الماطرة نحو المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية كذلك استمرت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في أجزاء من الباحة كذلك عسير وأجزاء واسعة أيضا من غرب اليمن هذه الليلة إن شاء الله تمتد هذه الغيوم الماطرة لتشمل أجزاء من القصيم حائل كذلك غرب منطقة الرياض وربما العاصمة لاحقة من ساعة ليلة لكن على شكل متوسط الشدة أيضا الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وصحراء ربع الخالي الأمطار بشكل عام في تلك المناطق هي متوسطة الشدة ربما تصحب مع نشاط الرياح المثير للأترباء والغبار تفاصيل الحالة الجوية غدا بمشاءة الله كم نلاحظ أن الأمطار والغيوم الرعدية سوف تمتد إلى داخل المملكة العربية السعودية وتشمل أجزاء واسعة من منطقة الرياض المجمع عنيزة بريدا كذلك الدوادمي أيضا المدينة المنورة أيضا أجزاء لكن قليلة ومحدودة من المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية تلك المناطق إن شاء الله ستكون حضوضها بالأمطار لاحقة من نهاية هذا الأسبوع أيضا الأمطار الرعدية الغزيرة سوف تستمر على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية منطقة مكة المكرمة كذلك الباحة وعسير وأيضا أجزاء واسعة من غرب اليمن هذه الأمطار الرعدية ربما تكون غزيرة في أجزاء من منطقة الرياض كما نلاحظه هناك ألوان حمراء بين الرياض والقصيم وأيضا بين القصيم وحائل هذه دلالة على أن هناك عواصف رعدية ربما تتشكل تكون شديدة وقوية تعمل على تساقط الغزير للأمطار وإثارة الأتربة والغبار والتي تؤدي الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية هناك تيارات هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو تساهم في عدم استقارية الجو في تلك المناطق غدا بإذن الله كذلك حتى يوم الثلاثاء على الأقل نظرة سريعة للغيوم الرعدية التي تتشكل في هذا الوقت العام على منطقة السعودية أو على المملكة العربية السعودية بشكل عام هناك هذه السعبة الروكامية تكون سميكة هناك تيارات صاعدة رطبة دافئة تدخل إلى قلب هذه الغيوم الرعدية هناك أمطار غزيرة أيضا تتساقط تعمل على تبريد موضعي أسفل هذه الغيوم هذا التبريد الموضع يعمل على حصول ما يطلق عليه ظاهرة الرياح الهابطة القوية التي تضرب الأرض بشكل مباشر وتعمل على إثارة العواصف الرملية القوية ربما هذه العواصف الرملية تعمل على الإعدام في مدى ريو الفقية كذلك قد تصل هبات هذه الرياح أحيان إلى أكثر من 70 كم بالساعة في بعض الحالات الجوية هذه الغيوم الرعدية سوف تستمر معنا بإذن الله حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل وسوف تتكرر خلال شهر إبريل ونضع إلى التنبيهات التي سوف تطلق على المملكة العربية السعودية خلال يومي الاثنين والثلاثاء هناك عواصف رملية وغبار كثيف يتوقع أن يشمل أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بسبب هذه الغيوم الرعدية الكثيفة هناك فرصة لتشكل السيول في أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية وبالأخص الأجزاء الجنوبية الغربية ربما أجزاء من منطقة الرياض بمشيعة الله بالنهاية لا تنسوا متابعة موقع تقص العرب بالمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تقص العرب كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبدالله في أمان الله